كيف تفادي النزول؟ فرق الكوكب المراكوشي منذ بداية السنة هو في الحسابات جميعاً يشاهدون بأسطرامبين كوكب المراكوشي في السنة كان يلعب لتفادي النزول كما بدأت البطولة؟ هو في الحسابات ما يمتلك الفوز اليوم تلص خنفراء كي صعب ولكن كان يستدل الماتشات الخرين كما الفرق الخرى ممكن تفوز كوكب المراكوشي ممكن يفوز بالرجوع للمباراة نظن على أن فريق الكوكب المراكوشي اليوم يعني تلقى مع واقع دي جران جوغ للي جوغ كاملين بل الإفكتف تيب ديال الفرق مع فرص داتاك كلهم انفرم ونجم حداد تيغزوي كان قاردين دبوت فنهارو اللي وابعيو النتيجة يمكن 4-1 سيفر ولكن من اللي كان قارنو ما بين الجاعة الهجومية ديال الويداد و الجاعة الهجومية ديال الكوكب فكنضن على أن ربعة الواحد طبيعية نعم يجب مسلح نعم على أن من يجب أن نقوم بعمل هذا الماتش لكي نقوم بعمل السكة الصحية ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي في مدينة مراكو